في سباق مع الزمن تتواصل الجهود في السودان من أجل الوصول إلى صيغة للتوافق بين أطراف الصراع قبيل ساعات من انطلاق تظاهرات في أنحاء البلاد دعت إليها قوى المعارضة برغم غياب سبل التواصل السريع بعد أن حجبت سلطات المجلس العسكري خدمات الإنترنت تحالف قوى الحرية والتغيير دعا إلى تظاهرات حاشدة في أرجاء السودان في الثلاثين من يونيو حزيران في محاولة للضغط على المجلس العسكري الذي يمسك بمقاليد الأمور في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في نيسان الماضي دعوة هي الأولى منذ سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحة في صفوف المتظاهرين عندما فضت قوات الدعم السريع الاعتصام السلمي أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم قبل أسابيع ويقول محللون أن الوضع في السودان قد ينزلق إلى مربع خطير فتحالف قوى الحرية والتغيير يريد من جهات الضغط شعبيا على المجلس العسكري ومن جهة ثانية يحاول إحراج الأخير دوليا إن أقدم على ارتكاب أحداث عنف جديدة ضد المشاركين في مظاهرات الأحد غير أن ذلك لا يمنع القول إنه لا تزال الفرصة سانحة أمام طرفي الأزمة لإحداث اختراق نحو حل توافقي إذ إن الطرفين لا يزالان يدرسان المبادرة الإثيوبية الإفريقية التي تتضمن تشكيل مجلس سيادي بالمناصفة بين المدنيين والعسكريين بواقع سبعة أعضاء لكل منهما واختيار شخصية توافقية مدنية لرئاسة المجلس تلك المبادرة التي وصفها حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي بأنها تفتح الطريق إلى وفاق وطني وتسعى نحو تأسيس فترة انتقالية آمنة الآمال معلقة إذن على جهود ما قبل مسيرات الثلاثين من يونيو حزيران وإلا فإن الجميع يأمل أن تمر تظاهرات الأحد من دون إراقة المزيد من الدماء السودانية وأن تكون تلك التظاهرات سبيلاً نحو بناء سودان جديد ينتهج الديمقراطية طريقة للحكم ويحفظ للسودانيين حقوقهم في العدل والمساواة والحرية